بدايةً ليس خديعة وبلا شك أن هذا الاتفاق كاتفاق مرحلي لو تتبع بما يتوجب حسب نص الاتفاق بأن المرحلة الانتقالية لا بما لا يزيد عن خمس سنوات لكانت الأمور مختلفة إحنا الاتفاق المرحلي هو اتفاق انتقالي مؤقت لمرحلة انتقالية مؤقتة لا تزيد عن خمس سنوات هذا نصف الاتفاق لكن مع الأسف الشديد إسرائيل هي التي غيرت وتغيرت ويبدو أنها ندمت على الاتفاق وهذا واضح أن كل القوة المعارضة في ذلك الوقت لحزب العمل هي التي وقفت ضد الاتفاق وذا أنا أدعوك لتكرى خطاب شامير في الكنيسة بعد توقيع الاتفاق حينما خاطب إسحاق رابين لما ذهب ليأخذ الموافقة على الاتفاق قال له إسحاق يا إسحاق في أي صفحة في التاريخ سيكتب اسمك أيها القائد البارز المقاتل العسكري إلى آخرها أي صفحة سوداء سيكتب اسمك بعد توقيع هذا الاتفاق هذا كانت الموقف المعارضة الإسرائيلية طبعاً عندنا معارضة والمعارضة لم تقبل بالاتفاق ولكنها لم تخلق مشكلة يعني قالت إحنا نعارض ولكننا بنجرب بنشوف لحماس يعني وقفت وحملت السيف وعملت معارضة مسلحة ولا الجهاد ولا أي القوة المعارضة الشعبية وديمقراطية فبالتالي الاتفاق اتفاق مرحلي مؤقت كما قلت هو اتفاق فعلاً منطقي ومعقولي تلك المرحلة وبتعرف إحنا يعني منذ الثمانية وأربعين وبعدها منذ السبعة وستين وإسرائيل داير ظهرها تماماً لكل شيء فلسطين وجاءت الحرب العراقية وجاءت الحرب على العراق وولا آخره ثم بدأت تتفتح آفاق تتفتح آفاق وبدأت مفاوضات في واشنطن ومفاوضات واشنطن أيضاً صارت في ذات المصار كانت تريد أن تصل إلى نوع من الاتفاق طرح على يوم الاتفاق الانتقالي طبعاً لم نكن جاهزين ثم بلشت أوسلو وأوسلو حينما بدنا نها لم نستمر فيها أو على أساس أنها شيء منفصل عن واشنطن صحيح كانت قناة سرية وسرية تامة ونجحنا نجاحاً غير عادي في عملية الحفاظ على سرية تامة كي تنجح لأنه انكشم هذا لأن حركت وحينما تم الاتفاق إخواننا اللي في واشنطن لم يعترضوا بالعكس قالوا هذا إنجاز ولم يكن من الممكن الحصول عليه في واشنطن اللي بدي أقول اللي بدي أقول الاتفاق انتقالي لمرحلة انتقالية محددة معقول وللمعلومية إحنا أمضينا ليلة كاملة ونحن في أوسلو وعلى اتصال مع الإخوان أبو عمار والإخوان أبو مازم والإخوان الآخرين في تونس ومع شمعون بريز ورابين الذين كانوا في استوكولم في زيارة حتى نصل إلى جملة واحدة وهي لأن مدة هذا الاتفاق لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاحتفال بتأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني إذن الاتفاق اتفاق انتقالي مؤقت لمرحلة انتقالية مؤقتة لا تزيد عن خمس سنوات كما نصل الاتفاق أنا بعدك انتفاق جيد لكن ماذا بعد حدث بعد ذلك حدث شيء كثير يعني مهم جدا ومش غريب أول إيش اغتيال رابين واغتيال رابين ليش لأنه وقع الاتفاق صحيح اثنين سقوط بريز ترشح للرئاس وسقط ما نجحش ثلاث مجيء نتنياهو الذي جاء وهو من معسكر المعادي للاتفاق معادي تماما وأنا واحد أبضيت معه يعني في طيلة فترة بحكي عن بيبي نتنياهو الأول اللي من الست وتسعين لا تقريبا أواخر الثمانية وتسعين وهو كان رئيس وزراء التقيت معه أكتر من 15 مرة خرجنا بنتيجة في النهاية أنه لا يريد أن ينفذ الاتفاق احنا طلعنا مع نتنياهو على أمريكا كلنا الوفد الفلسطين كان لأخب عمار واخب مازن وكنت كانوا من الإخوان وفد كبير ومن جانبهم وفد كبير وفي النهاية ضغط كلينتون عليهم للوصول إلى تفاهم للمرحلة الانتقالية يعني لبعض الإجراءات في المرحلة الانتقالية ولتنفيذ الاتفاق الانتقالي لما وصل لمطار معروفة مطار بن جوريوم في إسرائيل لما وصل للمطار هناك تراجع لأن شارون رفض الاتفاق وكان موجود هناك شارون شارون رفض الاتفاق فبالتالي تراجعوا عنه وهو للمرحلة الانتقالية إذن الإسرائيلي امتدأت يعني بعد رابين امتدأت عملية التراجع حتى بيراق حتى بيراق بش يقولوا عنه أنه كان بده اتفاق لو بده اتفاق كان نفذ الاتفاق الانتقالي وبالتوازي كنا منتحدث في النهائي لكن هو رفض قال لا النهائي أنا بقدرش انتقالي خلص اللي صار صار وبنحكي على النهائي طب عمد علاء بالنسبة لاتفاق أوسلو ما كانش في خلصتيني إنه عنا طرف إسرائيلي مخادع كثير بلا شك بلا شك لكن حينما توقع اتفاق في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي ويسجل الرئيس الأمريكي توقيع عليه وبحضور أربعين وفد من دول العالم على مستوى عالي أظنني هذه المفروض هي شهادة على أساس التنفيذ لم يتم ذلك حتى هؤلاء لم يساعدوا بعد ذلك ساعدوا لأنه الوضع العربي ما حملش والوضع الفلسطيني أيضا وإسرائيل أترك الظهرة وأمريكا جاملة سايرة طيب شو أبرز إذا بدبت الخطايا الفلسطينية في اتفاق أوسلو تحديده هل هناك خطايا مهي؟ شوف المفروض يعني لو مش خطايا ما فيش خطايا اتفاق هو اتفاق لمرحلة انتقالية مؤقتة لا تزيد عن خمس سنوات فبالتالي هو ليس اتفاق دائم لو اتفاق دائم بقولك كله خطايا بس هذا اتفاق انتقالي وهذا لم يحدد علينا فقط في أوسلو وفي واشنطن هذا كان من السبعينات حينما كان يجري حديث عن حل كان الرأي الإسرائيلي وبدع من امريكي اتفاق انتقالي ليش؟ قال بدهم يختبروا الفلسطيني طيب سؤال يا بعلاق بما انك انت يعني من ابرز المعنسين في أوسلو هلا بعد هاي السنوات هل في ندم شخصي عند احمل قرياء ان نوقع اتفاق أوسلو هل انت ندمان على بيك؟ لا لا مش ندمان لو كان اتفاق نهائي بنتحر لا مش ندمان هذا اتفاق انتقالي مؤقت في مرحلة انتقالية مؤقتة لا تزيد على خمس سنوات هذا نفس وهذا اضيف انضينا ليلة كاملة نتحاور حولها لانه كنا لن نوقع الاتفاق اذا لم توجد هذه حتى تعكم وانت زي ما سألت فضلت انه طيب يعني معناته اسرائيل ملتزمتش لانه ما فيش كان التزام لا فيه التزام التزام نص الاتفاق اللي وقعه رابين كرئيس وزراء وزير خارجي توبيريز والتزام لانه ايضا وقع في البيت الابيض زي ما قلت لك بحضور اربعين وفد منها روسيا والصين ودول عربي ودول اوروبية والاخر من العالم اذا هذا اتفاق دولي مش اتفاق بس ثنائي هو اتفاق ثنائي لكن بحضور دولي وبشهادة دولية والمفروض بضمانة دولية ما الذي حدث خلينا نكون موضوعين ما الذي حدث اللي حدث انه اسرائيل ابتدأت تستفز الحالة الفلسطينية فبدأت تقوم بعملية يعني اعتداءات وعدوان وانكار للتنفيذ والتهرب من تنفيذ الاتفاق بكذا الى اخره والناس وصلت الى حالة الاحباط واليأس مما دفعه الى اطلاق الانتفاضة الثاني تضبط الانتفاضة الثاني ماذا نجا معنا احتلال كل اعادة احتلال الضف الغربي بالكامل تاهوا كل شيء ودمروا المقاطعة في الاخ ابو عمار لا يعني الذي حدث حدث شيء غريب يعني امام هذا العالم العالم الذي يؤدي شهادة الزور شهادة الزور طيب في اتفاق وفي شعب هنا وفي قيادة فلسطينية معترف بها توليا وفي اذا اين عملية الوفاء من العالم ادان وشجب ولكن لا شيء وفي بعضهم المونة يعني لم يقدروا كل ما يعانيه الشعب الفلسطيني والان الوضع اصعب الان الوضع اصعب بكثير كان في اوراق وقت فلسطينية كان في شوية مقاومة كان فيه وكان فيه يعني موقف عربي يعني مش مهزوز مش صاير فيه هالانفجارات اللي بتصير شو الانظمة البلدان العربية صار فيها انفجارات مقيفة شو اللي بصير في سوريا شو اللي بصير في ليبيا شو اللي بصير في اليمن شو اللي بصير في العراق فبالتالي هذا الوضع ما بعمل ما بعملش ما حك جلدك مثل ضفرك بس ضفرك مقص قص انت بتقول بدي الحل النهائي شو متطلباتك للحل النهائي؟ انا مستعد اروح افاوض مقربة بس بأي اساس؟ على اساس ان لا يبنى حجر في مستوطنة لانه هذه الموضوع المستوطنة موضوع مرفوض فلسطينيا الاستيطان اذا انت بتبني وانا بفاوضك اذا انا اقرب بناء المستوطنة لا مستوطنة وقف تعال تنفاوض على الاجندة التي اتفق عليها قضايا مفاوضات الوضع الدائم القدس هذي حاولوا يتغربوا منها بدهمش يحطوها على اساس انه يتم التفاوض عليها حتى في المفاوضات التي تبعت ذلك كان المفاوض الاسرائيلي يتغرب من عملية البحث في القدس انا لما كنت تفاوض السيفيل ابني كانت تبع عليها اجلها لانه هذي في عليها خلاف كيف عليها خلاف؟ احنا عليها خلاف لانه مش حاصرين كل المفاوضات بداية فيها فبالتالي القدس هذي شافوا؟ القدس اللاجئين الحدود العلاقات مع الاخرين القضايا الامنين والاخرين في قضايا لمفاوضات الوضع الدائم الاتفاق الاول الانتقالي سهل عملية العبور لهذه المفاوضات ولكن مع الاسف الشديد اسرائيل لا تريد حلاً تريد تكسب وقت وتزيد مستوطنة طيب هاليومين هذولا بابنوا مستوطنة جديدة وبعملوا شرعية غير عادية بصلاحية اشبه بحكم ذاتي للمستوطنة الخليل فبالتالي لا اسرائيل اصبحت تدير الظهر لكل شيء يخص عملية الوصول الى اتفاق عادل مع الفلسطينيين من السبعينات زي ما قلت لك من السبعينات ولم يكن مطروحاً على الاطلاق دولياً الا حل انتقالي حل انتقالي اروح لحل انتقالي قده او حل مع طرف اخر مش مع الفلسطينيين هذا الاتفاق في واشنطن مش كان وفد اردني فلسطيني مشترق صحيح في اوزلو لا كان وفد فلسطيني اسرائيلي وهذا يعني ابتكت شيء ذو معنى لكن الحقيقة الذي تنكرهم الاسرائيليين ولا يزالوا ويزدادوا تنكراً مع الاسراء ليس الخطأ في الاتفاق الاتفاق لاحب كاتفاق انتقالي مؤقت لمرحلة انتقالي مؤقتة مهد الطريق الاتفاق لفوضات وضع دائم هذي هربوا منها الاسرائيليين صار في اخطاء بلا شك احنا بسمعنا اخطاء لكن هم عملوا جرائم بالتنكر لكل شيء اليوم بحقوا عن تهجير الفلسطينيين مش هذا الوزير الاسرائيلي هو هذا وزير في باكستا في ويل في ايرلندا ما هو في اسرائيل بقول لك انه تهجير الفلسطينيين ليش تخلوهم واعتقد الظروف ساعدت في الوصول وللاتفاق الانتقالي المؤقت وانا اصر على كمه انتقالي مؤقت لمرحلة انتقالي مؤقتة يؤدي الى اتفاق نهائي اتفاق دائم اللي هو ضمن الخمسة سنين لازم تكون عاما بالزبط هذا اللي ما حصلش هذا اللي ما حصلش هم ضيعوك اصلا في التفاصيل انت في هذه الفترة صارت بدك تنفذ الاتفاق الانتقالي حتى لما اجب اراك بعد نتنياه نتنياهو كان يراوض كان يراوض معروض كان اجتمعت معه خمسة عشر مرة في جلسات واجتماعات طويلة وخلصت قلت لب عمار يبدأ انه هذا ما فيش منه فايدة قال لي انا اعلم بس معلش العيار لباب الدار حرفيا قال لي انا محدش يلومنا ماشي فبالتالي المرحلة الانتقالي انتهت ولم تنفذ اسرائيل اجا براك زي ما حكيتك قال تعالوا نحكي في الدائم بلاش الانتقالي بدهمش الانتقالي انتقالي بيجيب الدائم بيجيب الدائم بشروطك الى حد ما طيب مصارش اجا مين بعد براك شارون شارون احتل الضفة الغربية ودمر دمروا ولا اخرين اجا اول مرد مش عنده حيل حاول مش عنده حيل ارجعنا لبيبي الثاني ولبيبي نتنياهو الثالثة مين كان اصدقهم برأيك يعني كان ممكن تفاهم اول ما الاكثر طف هو ربي قاسي شديد عسكري قاسي ومش كانوا مسمينوا احنا كاسر عظام الاطفال طبعا لكن كان الكلمة عنده كلمة اذا وعده اوفى يعني ربيين لم يكن يعلم بالمفاوضات في اوسلو الا بعد حوالي ثلاثة شهور بعدين انا حكيت الجودسي قلت له اذا ربيين منشي الطلاع مش حنوافق فحكوله لربيين حكاله بريسه بعد ثلاثة شهور قال له هيك هيك وانا اذا ما بدكش انت تكون انفولفت يعني تاخذ الموضوع انا بدي اروح لحالي انا اروح على اوسلو قال له اعطوني اسبوع اقنع نفسي مشان اقدر اقنع الناس ففعلا بعد اسبوع قال له اوكي بس بدي جواب على هذه الاسئلة حط اسئلة حوالي اربعين خمسين سؤال انا رفضت اجاوك في طحنة ليش قول بتسألوا اسئلة احنا بنعطيكم متين ثلاثمائة سؤال يجب قال هذه من رابين انا اخذتها لابو عمار قال لي ابو عمار رأسا لما شاهد قال هذه اسئلة من رابين اذا الان رابين في الدق اذا القناة ذات مصداقية هاي عندك تحكي عن قناة سرية على القناة اوسرا وبالفعل منذ ذلك التاريخ اصبح ابو عمار تقريبا يتابع اكثر مما كان من قبل ويهتم اكثر من قبل لكن ما هو الممكن في المرحلة اللي صار انه احنا دوخنا في الحروب اللي فرضوها علينا هم الاسرائيليين اللي فرضوا انتفاضة ليش صارت؟ لمزيد من العدوان والاستيطان وهو الى اخر وللتنكر من تنفيذ الاتفاق انتفاضة الثانية كانش خيار حل السلطة ورقة قوية تتناقش لكن محد لم يأخذ ولا مر القرار ولم تناقش جديا يعني لان شو البديل خذ هلا خذ القرار شو البديل شو النتيجة اولا اقول لك شو اولا لا يجوز ان يكون لشعب تحت الحلال الاحتلال ان يكون في انقسام ومع الاسف الانقسام بشري وجغرافي هذا واحد القضية الثانية لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف لشعب تحت الاحتلال ان لا يكون موحدا وان يكون هناك شراكة واسعة اتخاذ القرار حتى الكل يكون شهيد القضية الثالثة نعم شراكة شراكة بين الفلسطينيين في اطار المنظمة طبعا في اطار منظمة التحرير اللي هي المظلة الاساسية هي الضمانة ما ننامش على حرير يعني نواجه يعني مخططات الاحتلال نواجه سياسات الاحتلال نواجه ما يقوم به على الارض يعني ما ما نخليهم مش يحسوا وكأننا يعني ابنة ناسا كلما مر الزمن نتناسى واحنا لا نتناسى يعني مش معنى ذلك انه في احد يتناسى لا لكن برضو بالشراكة مع بعض وبالعمل المشترك بصير الكل تقريبا شريك والعبئ ثقيل يعني حينما صار الاتفاق محدش رفع السير في ناس اعترضوا هاجموا ولكن حقهم كلنا حقهم حقهم ان يقولوا ما عن رأيهم وعبروا عن رأيهم لكن المطلوب الان مش بس انه ما يرفعوش السيف وكذا وكل لا انه نقعد سوا نتفاهم سوا انا لا ارى ان هناك حلا في المرحلة الحالية وفي الظروف الحالية اذا ما هو الواجب اتباعوا زي ما قلت لك ان يتحد الفلسطينيين على موقف واحد وان يديروا شؤونهم مع بعض بالشراكة وان يديروا ايضا مفاوضاتهم اذا كان في مفاوضات او مواقفهم السياسية على قاعدة فهم مشترك قد لا يكون نفس النسخة مية بالمية بس على الاقل في الحد الادنى الذين توافق عليهم بهذه شو بتحقق اولا بتحقق موقف عربي داعم اكثر بتحقق موقف دولي متفهم وداعم اكثر حينما تتحد احنا كفلسطينيين هذه هي مواقفنا هذه هي سياساتنا هذه هي برامجنا هذا هو فهمنا اعتقد انت بتصير الهمور قد لا نكون نسخة واحدة بقولك انا بدي كل فلسطين حقق لكن انت في المعنى بدك تمشي معنا في هذا المراحل احنا بدنا دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس فبالتالي حينما نتوافق على ذلك ونحط خطط وبرامج وكيف نتحدث في الاعلام كيف نواجه المخططات كيف بدنا نبني علاقاتنا مع دول العالم بشكل مع انه علاقات كويسة بس تكون عبرة لها تأثير اكثر يعني اذا حدث مثل هذا بأعتقد بكون مفيد مفيد جدا طب هلا في مساعي فلسطينية على مدوء التدريل بلا شك ان هذا عمل جيد وما تحقق في الحركة السياسية جيد ولكن هذا اذا لم يكن له قاعدة وطنية موحدة تعمله طب مش عنا قرار بتقسيم 48 وينه مش عنا مش عنا قرار 2-4-2 وينه مش عنا قرارات من الامم المتحدة ومن مجلس الامن ضد الاستيطان وينه لكن برضو يبقى يعني في القاعدة النضال العريضة ومهامها الكبيرة بظل انجاز الانجاز الاكبر انه تحققش على الارض وهذا ممكن ان يسهل الى انك تحقق بس بدك تكون في اطار موحد فتح تكون صلبة موحدة قوية بعدين مع قوة منظمة تحرير تكون العلاقة كثير شفافة وواضحة بعدين مع القوة الاخرى وحماس والجهاد تكون ايضا اذا بعد ذلك هذا رافع رافع على العمل بدونه بظل عندك تعاف اوقف الامريتي حسب انا رؤيتي يعني قد لا يتفق مع الاخرين في الادارة الحالية منحاز تماما منحاز هم يتحدثون فقط عن شؤون ادارية حكم ذاتي حكم ذاتي يعني مش انتقالي حكم ذاتي بتشبه دائم وخلي الموجود موجود على الارض استيطانه غيره والواقع اللي موجود دي فاكتو امر واكا وتعايشوا هذا تقريبا قد لا يكون حرفيا هو الفهم الادارة الامريكية الحالية للموضوع طيب اجوا اثنين مندوبين شو عملوا بدهم استطلعوا لسا ما صار لنا بديش احكي من قبل التسعينات من قبل والعالم كله بيعرف شو الموضوع الفلسطيني وشو القضية الفلسطينية طيب انتو جايين هلا كل الادارات الامريكية السابقة تكون دولة فلسطينية بعد اوسلو يعني جميعهم عقوا بدولة فلسطينية ايش معنى هذه الادارة لا تقول بدولة فلسطينية اذا انا ما بطلب انك تروح ترفع السيف على الامريكية لكن على الاقل يجب بتحاوروا بس لازم يتحاوروا لازم يشرق عرب واوروبيين ودول اخرى على علاقة مع امريكا ان هذا موقف بغير الوضع بغير قد يكون له تأثيراته وتداعياته على المنطقة كلها انت عم تنكر الحق الفلسطيني او تجاهله او بدك تجزقه او بدك تمرحله الى اجل غير معلوم لا ما بتقولش في بالدولة الفلسطينية معناته شو الحل عندك حكوم ذاتي الفلسطيني مش هيقبت والمفروض اصدقائك في العالم ما يقبلوش فبالتالي لا الموقف الابريكي يعني ليس كما كان لا 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 حلم الدولة الفلسطينية ولا الحلم الفلسطيني لا لا يمكن لا يمكن ونحن الاصر نحن باقونا على هذه الارض في التاريخ صلاح الدين اجا من كاركوك بعد مئة سنة بالضبط وحرر وحرر الكنس واخرج الفرنجة خلينا ننسى نعم فبالتالي الحق الفلسطيني لا يموت هذي قضية شعب قضية تاريخ قضية رسل وانبياء هذي مش اي بلد هذي بلاد مقدسة بتعتكروها هم تثبطش اذا الذات الفلسطينية توحيدها تنسيقها تنسيقها بالعمل يعني ازالة التباينات فيما بينها قد يكون صعبه لكن لا يجوز ان يستمر هذي اولوية الاولوية الثانية فتح يجب ان تحظى باهتمام اكبر فتح هي العمود الفقري وهي العنوان ما نغلط اطلاقا فاذا فتح يعني صالحة امورها يصلح امور العمل الوطني الفلسطيني هذي الشغلة الشغلة الثالثة انه نبكي على اتصالاتنا الدولية ونعززها الشغلة الاخرى انه كيف نستطيع ان نشرك العرب رغم الظروف والاوضاع الحالية بشكل انا بعتقد اكثر من هيك مش مطلوب منها موسيقى 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 موسيقى